مشاهدين في كل مكان طابت أوقاتكم جميعاً بكل خير وأهلاً ومرحباً بكم ولقاء جديد يتجدد بكم ودأ الظهر بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآية صدق الله الرحمن هذه الآية هي دلالة على وجود السحر وعلى قوة السحر ولكن في هذا العصر وفي هذا الزمان هناك من يقلل بل هناك من ذهب أبعد من ذلك أن ينكر أن هناك سحر وأن السحر قادر على التفريق، التعطيل، المرض أو غيره دعونا نطرح كل هذه الأسئلة وغيرها على ضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم شهاب الخبير في الإعلاج بالقرآن ودعاء الإسلامي أهلا بك فضلت الشيخ أهلا سينا وزينا جزيك الله وخير هو السحر مهمة أوي كده ولو وجود في حياتنا ولو تأثير في حياتنا هل السحر قادر على أن يجعل هناك تفريق بين الرجل وزوجته أو بين الزوج وزوجته بين الصديق وصديقه بين الناس هل يستطيع السحر أن يعطل الزواج؟ هل يستطيع السحر أن يعطل العمل أو يمكن أن يكون سبب في عدم العمل والشغل لبعض الشباب؟ كل هذه الأسئلة أطراح على حضرتك ولكن في البداية دعني أقول حضرتك هو السحر ده يتعمل إزاي؟ أبدأ حديثي أولا بالصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير على هذه المقدمة لما فيها نفع للإسلام والمسلمين ولكن يعني أنت مشكورا بدأت توضيحي في آية ذكرت في صورة البقرة آية 103 واتبع مدت له الشياطين كما ذكرت إلى آخر الآية ولكن في نص الآية فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجه هل هذا دليل على وجود السحر؟ نعم هذا كتاب الله أنزل الله قرآن تبيانا لكل شيء وضوحا لكل شيء ألف لا مين ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه الله عز وجل قال في صورة البقرة فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجه التفريق هنا ما يدل على وجود السحر بين الناس طيب هل في ذليل من صنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده يعني أقول لك عن أبي هريرة رجال الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتنبوا السبع المغلقات قالوا يا رسول الله وما هون قال الشرك بالله والسحر بينما بالأتنين الشرك بالله والسحر وقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق واكلوا الربا واكلوا مال يتيم واتغلوا يوم الزحف وقصفوا المحصنات المؤنات الغافلات فما بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم يسكر في تاني أمر من الأمور في هذا الحديث السحر إذن هذا دليل من صنة النبي أم لا دليل؟ هذا دليل في دليل آخر يأتي زمان على هذه الأمة يأتي زمان على هذه الأمة قصرة السحر وخروج المسيخ الدجال إذن السحر مضطبط بهذه الأمة إلى قياب الساعة إلى المسيخ الدجال ولكن من ينكر السحر أو الذي ينكر السحر ما عنده من دليل لكي ينكر السحر كتاب الله أثبت في سورة يونس وفي سورة طاها في سورة البقرة أثبتوا وسيدنا موسى وهذا خير دليل بعد وقتلوا طول الشرطان على ملك صلى الله عليه وسلم صحروا أعين الناس ذكرة سحر في هذه الآية لما فيها من دلالة صحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أنت عافي السحر عظيم هنا مخصوص بإيه؟ سحر الأعين سحر الأعين إذن كريم الله سيدنا موسى تأثر بفعل بشر تأثر بفعل بشر البشر ده سحر السحر ده ما ألفش على البيوت ولا كمع ألم ورق أو كتب أسماء الناس لا تلفز بكلمات من خلال هذه الكلمات تأثر سحر تأثر عينه سيدنا موسى فأوجز في نفسه خيفة موسى هل سيدنا موسى هيخاف من شيء هو مش حقيقي شايفه بعينه؟ ده سؤال تأكيد لا أنت هتخاف من شيء أنت مش شايفه بعينك؟ أكيد لا فأوجز في نفسه خيفة موسى كلنا لا تخف إنك أنت الأعلى كلام الله عز وجل تبياناً ووضوحاً لهذه الأمة إلى قيام الساعة وسنة النبي تاج على رأسنا حتى نعلم الناس القرآن والسنة قال الله قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله لو لوجود النبي في حياتنا لظلت الأمة في ظلامه إلى يوم القيامة طيب تخيل لو لوجود عايز تقول إيه؟ سنة النبي محمد في حياتنا لبقيت الأمة في ظلامه إلى يوم القيامة اللهم صلي وسلم عليه الصلاة والسلام طبعاً في ذكره مولده طيب هنا انت ممكن تكون اتفقنا ان هناك سحر سابت من القرآن ومن السنة والقرآن كاشف طبعا لكل شيء البعض يقول لك ما هي الألية يعني ماشي انا مؤمن ان فيه سحر بس السحر ده بيتعامل ازاي هو مين اللي بيعمل السحر ومين السحر وايه هي مواصفات السحر وهل السحر هو القادر على ازاء البشر ام السحر يمكن ان يكلف احد لازاء البشر الألية ازاي خلينا اقول كده جملة رحلة السحر والمصحور طيب ممكن بس ابدأ بسؤال واجابة في نفس التوقيت في آن واحد بفضل هو هل السحر يشترط على الانسان الذي عنده بعد عن كتاب الله وصنة النبي محمد يعني هل كل بتسحره اللي هم بعداء عن كتاب الله وعن الصلاة وعن الاسقار وعن الصداقات وعن الاستغفار هل هم بس المشروط عليهم ان هم يتسحره انا مش هجاوك انا هنا باسأل بس انا هسأل السؤال ورد حضرات جاوك ليس وجود السحر مع اي انسان مريض بالتزامه ابوعد عن الله عز وجل مش شرط عشان انا بصليش ولا بطلع صداقات ولا بقيم الليل ولا بقرأ قرآن من معنات سحر السؤال ده تسأل لشيخ او العكس او لو انا صوام قوام ممكن انا كده في منأة من السحر السؤال ده تسأل لاخ معالج كان ردي المعالج ايه اولا معظم المعالجين بالقرآن على الرأس اسأل الله ان يكونوا سبب نفع للامة الاسلامية ولكن كان ردي الشغري جدا ده اللي خلاني اسأل السؤال ده قال له اه طبعا لو انت بتصليش ولا بتقرأ قرآن ولا بتستغفر انت اول واحد السحر واللي بيصلي و بيقرأ قرآن و بيحج و بيعتمر ممنوع تسحر مستحيل تسحر مستحيل؟ اه قال كده الغي حديث ده عائشة ردي الله عنها و ارضاها لما تكلمت عن المعصوم صلواته ربي عليه اللي يعني مفيش بقى مثال في العبادة زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متأكد؟ طبعا ده يعني هو هو السسل وهو الذي يحتزى به طبعا سبحانه الامي الذي علم الامة كيف يمشون على ضربه النبي محمد في البخاري فتح البالي في البخاري أن السيدة عائشة انا جيبلك بقى الحديث Burnish يستحيل رجالي الع لا سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحر بدأ الحديث السيدة عائشة الام الممني سحر النبي صلى الله عليه وسلم heure رسول الله طب اتا عاوزت قلي ان انا غي كلمة سحر في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلف هتقول لي فيه ناس معطلدة على وجود على فكرة أن النبي مصحط لا صحر النبي محمد وعلى يد لبيدي بن اليهود وابن الأعصم صحر وسحر يا موسى وسحر ووارد في القرآن وصحر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مشتنا مشاط هل ده دليل أن الواحد لو صله وقرأ القرآن وقيمه الليل ممنوع سحر أنه في منأة يعني ومن النبي صحر الزف هل أنا أفضل بالنبي صلى الله عليه وسلم مستحيل حشل الله طبعا يبقى أول نقطة في هذه الرحلة أن كل إنسان قائم صائم يحج يعتمر يقرأ القرآن يطلع صدقات يستغفر له ورد في القرآن وارد أن يصيبه من السحر من العين من المس من كل شيء يتعرض لأيه ابتلاء الفكرة بقى الكيفية الآلة الآلة هأرجئ دي دلوقتي لحد ما وصل ليها مش عايز تخش في دي لا مش مش عايز بالعجس ده أنا لازم أتكلم فيها بس خليني لما وصل ليها تمام يعني لما وصل للبند نمرة ثلاثة مثلا لأن بيسبقها نمرة واحد ونمرة اتنين ودي بتبقى نمرة ثلاثة نمرة واحد بتبقى ازاي ونمرة اتنين بتبقى ازاي تسعة وتسعين وتسعة من عشر من الأسحار اللي موجودة مع اختلاف أنواحها وأعراضها بتبني على سحر التخيل بتبني على سحر التخيل لقريب من سحر سيدنا موسى خليفوناك بقى العبارة دي هنحتاجها في الحالات كلها اللي جاية شرح تفصيلي تمام كل الأسحار المعروضة وأعراض الموجودة سواء سحر المرض أو سحر النزيف أو سحر الجنون أو سحر المرض أو سحر السرطان أو سحر التفريق أو سحر التعطيل كل أنواع السحر تعتمد على سحر واحد لوسينا لا يرد يعني لما انت بتقول لي فيه نزيف تبو ده تخيل ولا واقع ما نهاشرح حالك بالزبط كده ده أنا هاشرح لك كل حيات تفصيل تمام بس المشاهد ما يتوهش مني لا 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 ده أنا هاشرح لك هو سحر النزيف بس لما نيجي سحر النزيف هاشرح لك بس أنا ببدي بس مقدمه بأول إيه علاقته بالتخيل ده واقع قدام أنا شايفاه أصلا وروحت الطبيب سابه تمام هو مين يتخيل اللي بيشاهد اللي بيشاهد ولا المريض ولا تشتت والتخيل هنا جاي من التشتت طالما تفتحتها طيب هي ست بتتخيل وبتتشتت يا مش تخيل في وجود الدم هو تخيل مع الطب وتشتت مع الطب تشتت مع مين الطبيب ده يقول النزيف ده جاي من حاجة في الرحم تمام جاي من تكيوسات جاي مش عارف من مخزون مبد مش مصبوط جاي مش عارف بطالما مهاجر من أسباب متعددة طبي اختلف الأقوال فيها عند الطب اختلف الأقوال مين تخيل صاحب الحالة صاحب الحالة أنا كده متخيل ايه طبي طبيب اللي بيعالج ما هو شايف الدم صاحب بس هنا شتب اه مش لا يسبب هنا الواقع سابت أسباب مرضية دون سبب مرضي مرض دون سبب مرضي بس أسباب مرضية أسباب مرضية دون سبب مرضي هنحيل ده للحالات الجاي طب تمام خليني أبدأ الرحلة عشان المشاهد يمشي معنا سلمة سلمة ويتحقق الحق من الباطن عزيزي مشاهد سنبدأ الآن معكم رحلة تسمى الساحر والمصحور والمصحور كيف تبدأ وكيف تنتهي مع فضيلة الشيخ إبراهيم شهد تفضل مستوى الزهاني يعني ايه ساحر ويعني ايه مصحور يعني ساحر واحد قفرة من أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان مسلما وإن كان مسلما قام بفعل شيء نجس أو خبيس كما قال ابن القيم هو مركب من تأثيراته الخبيثة تكريب ابن القيم وهو عبارة عن عقد وكلمات وألفاظ يقوم بها الساحر لإزاء الأشخاص الذين يعبدون الله تخيل ابن القيم أقول الكلام دا؟ لا معليش هنا لازم أتوقف الساحر أجبوا لقد لمن يعبدون الله؟ لا ده هو شبه بايه؟ شبه بالعابد الله عز وجل وذاكر وشاكر دون الذي لا يعبد الله عز وجل يعني الساحر هي صب العابد وشاكر وصائم وقائم آه فبالك بقى لي ونصليش الساحر يعمل في إيه؟ تمام هو مركب من تأثيراته الخبيثة إذن الساحر شيء خبيث ألا بشيء خبيث طبعا وهو من عقد وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيء يؤثر على بدل المصحور في قلبه في عقله في قلبه في عقله ويتكلم به الساحر ويرسل مادة الساحر لازم بقى هنا توضح لنا الساحر إنسان بشري قام بأدوات سحر إيه هي الأدوات يا الساحر الزهاني؟ إن الراجل معاه هو راجل ما يعرفنيش ما احترامي قدرك الساحر الزهاني الدباني ما يعرفنيش هيعمل السحر من غير ما يعرفني لا طبعا لازم يكون في شخص ما حاقد حاسد عنده غل كرهلية فعمل إيه؟ الساحر الزهاني أو يا ساحر الزهاني إحنا عاوزين نعمل سحر لفلان بخصوص إيه؟ هو الساحر بياخد كلامه ويبني عليه ولا لازم يعرف السفي بتاع الساحر اسمه صحول اللي يروح له الساحر لازم السفي طبعا يكون عنده صح كده؟ بيصلي؟ ما بيصليش ما بيصليش؟ بيقرأ القرآن حاله إيه مع ربنا؟ حاله مع سلة اللبية صلى الله عليه وسلم؟ هو ماله هو عايز يتحاين الوقت اللي يدخل منه يعني؟ لا هو عاوز يعرف هل هيعمل له سحر يأثر أي سحر فيه؟ هل سحر على القرين؟ أم سحر عابر؟ أم سحر فلكي يتجدد كل شهر عربي؟ ولا سحر مأكول؟ أو مشروب؟ هو اللي يحدد؟ هو اللي بيحدد هو الساحر مش اللي راح يعمل لا 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 هو عتفقر والمشاهد الكريم لازم يفهم دي كويس هو الصنايعي ها هو اللي هيأسس الشغل فيقول لك لأ صاح زهين ده حلو مع ربنا ممتاز كويس جدا ما ينفعش المعان أكيلو سحر هيقرأ مية ويقرأ قرآن على ماء ويشرب منه باستمرار ممكن يرجع مادة السحر وقول له مع السلامة كده موضوع باص مش يستخرج معاه أسبوع أسبوعين ما ينفعش عامل سحر ماشروبش ممكن يقرأ مية القرآن على مية ويرشل أو خل ويرشل ده باب الشقة أو باب المنزل بتاعه الموضوع هينته لأ ده أنا عاوز أعمله سحر على القرين هو ده اللي هيجوز فيه نسلط عليه نفسه حلوة الكلمة دي نسلط عليه ايه نفسه بعض من المعالجين الطيبين يقول لك ايه لا 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 ما فيش حاجة اسمها سحر قرين يا من تدعونا بعدم السحر على القرين فكيف يتم الساحر إرسال سحره على جسد الإنسان هيقول لك بيبعاد جن حدو الكلام متطفق وفعنا بيبعاد جن بيبعاد خادم من الجن تمام بيخش الجسد هنا بقى السؤال هنا بقى السؤال للمعالج والمريض طيب ما أنا معالج بسمع القرآن في أذني كل يوم هل لا يتأثر الجن؟ أكيد بيتأثر طيب موجود يعني سؤال وانقاره طيب انت بتقول هيبعت خادم السحر هو جن على إرساله للجسد كلام طيب وكلام جميل طيب أنا بقيم الليل بصلي الفجر مكتهد في العبادة مع الله عز وجل ومع ذلك عندي أحوال غريبة بتعرض لها إما في حياتي مع نفسي وإما في حياتي مع زوجتي وإما في حياتي مع أولادي أو حياتي مع عملي ولا يوجد لها أسباب دورت على الأسباب بعدة أنواحها ما لقلش أسباب اشتهدت في حالي مع الله عز وجل واشتهدت في الأسكار الصباح والمساء واشتهدت في سماع القرآن وآيات معام القرآن والركة الشرعية واختسلت بما بقرآن واشتهدت بما بقرآن ومع ذلك المرض قائم لا يزول أقول له إيه؟ إيه؟ أرد أقول له إيه في الحالة دي؟ إنت الحقيقة اللي تقولي بقى هتقول له إيه؟ لما جيلك حد كده بتجاوب إزاي؟ لازم أفهم ما هو جاي دي؟ هو بقول لنا كل الحالات بعملهم مع الله عز وجل أه؟ طب اللي زاي ده؟ اللي زاي دوت؟ بيتم إصابته إزاي؟ خلينا نبدأ كده أنا رحت الحد وقلت له أنا متضايق من الشيخ إبراهيم عايزك تأذيهولي تمام أنا بقى مش هقوله بقى عملهولي مرشوش هو مش دعوه هو اللي رايح ده مش فاهم هو التاني سرايعي هو مش فاهم هو رايح لأصل اللي هيعمل المشكلة أنا عايزك تأذيهه خلاص بقى أنت بقى تعمله مرشوش تعمله مأكل تعمله مع معلق أنت بقى دي صنعيتك إنتا هو بقى يبتدي يعمل إيه بقى؟ يبتدي يجيب السيفي بتاعك بيطلب مني معلومات بيقوله معلومات عن الشيخ إبراهيم شهاد تمام بيسح الساعة كذا بينام الساعة كذا تمام بيصلي في المسجد الفلاني بيعمل كذا تمام خلاص شرح تلقص في حياتك تمام بيبتدي هو يختار نوع السحر نوع السحر اللي يمشي مع هذا الجسد حلو جدا وكتب التلاصم حلو بيجيب خدم السحر إزاي بقى هو بيستدعيه؟ بيستعب الشراطين بحاجة تانية اه طبعا هو شغل كله مع الشراطين وما طبعا هو هيفعت السحر ازاي؟ هيفعته مع الإنسان؟ ده طبعا حتا لو هو اداله مادة الرشوعة ده بيه؟ لازم يكون متلصمة وما طبعا هو هاتجيز الإنسان ازاي؟ كنا عرضنا مرة قبل كده في سنة ماضية ان السحر ما رشوش قدام محل تجاري عشان يقف حاله هنجيبوا الحلقة جاية اه عاوز اقول لك ان المحل خُرب بالفعل مفيش حد بيخُشه محدش بينابع المحل عاوزت اقول لي ان مادة الساحل هنا ما جابتش نتيجة مع الشخص لأ جابت لانه مشغل مع الشراطين طب هو راشل المادة دي ايه اللي بيحصل بها؟ من المكلف بها؟ اكيد بقى بيبقى فيه جنة مكلف؟ طبعا طب طبعام الجنة ده بيعمل ايه؟ انا مش شايف المحل ياه؟ تخيل ايه؟ لما بديت عتبني؟ يا عم انت قديت ما سنمتش علي يا اخي والله ما خدتبيني من المحل هو المحل فيين؟ المحل ايه؟ يا اخي والله ما خدتبالي غير عرض الحاجات وعامل انوار تظهر العقول اللي جاي لازم غالس نشوف احنا مش شايفين محل احنا مش شايفينه هو ايه اللي بيحصل؟ هل كل اللي هيعدي من المحل هتسحر عينيه؟ ده سؤال اه؟ هل كل اللي هيعدي هتسحر عينيه؟ ولا في ناس ممكن لا هو المشكلة في المكان مش في الشخص اللي هيعدي الشخص صاحب المكان والعين نفسها إيه اللي هيحصل فيها اختفت هي موجودة بالفعل نفس فكرة سحروا أعين الناس كل الأصحار اللي هنبني عليها هبدأها بالتخيل طب هقول لك حاجة صلى على سيدنا الله سحرة عطيل الفتيات للزواج أو الشباب للزواج صحي قائم وموجود ولازم كله أسباب مش كل واحدة حربت من الزواج المصحورة ولا كل شاب حرب من الزواج المصحور أو منظور بعين لا طبعا مستحيل بس تخيل أنا عايز أقول لك حاجة جميلة قوي أنا راح تتقدم لبنتك يا الزهاني كل الناس بتذكر في أدابها وأخلاقها واحترامها وكل حاجة وانا انبهرت بيها وانا شفتها في الجامعة أو في الطريق أو وصفوني ليها إياها وانا سرطة جميلة تخيل لو أنت شوف بنتك يا الزهاني بسم الله مش حال مش هي خالص بتبقى صورة تانية أو حاجة تانية وعلى فكرة ودي كتير ناس بتشتكي منها وعبل كده حضرتك في التصالات جات لك وقالت لك أنا بشوف جوزي بشكل تاني مش هي دي يا ابن هي أبو يا ابن هي بتكسفناش مش هي دي والله لما يمشي يشوفها تاني يوم في الشارع أيوة هي دي هو إيه اللي حصل هو رجل الشاب ده اتلبس بجن علشان كده شاف الفتاة بشكل قبيح أو سميحني في هذا اللفظ مجازل لكل بنت أو شكل غلائق لا طبعا مش تلك مشكلة كان أبدا المشكلة هنا إن البنت المصحورة قارني البنت خلّر الشاب اللي جاي تقدم لهذه الفتاة أنا متضايق أنا مخلوق مش برتاح أه تخيلني في يعني فتاة ووالدتها يقولي شيخ إبراهيم أم العريس تخيل برس بقى حاجة حاجة يختل بقى عقل أم العريس قاعدة وقدم لها الشاي وقاعدة فرحانة بنكال مجرد ما البنت دخلت وقاعدت أنا بستعجلة بس عندي مشوارة عاوزة أمشي هبغي لكم هنا تاني تفسر ده بايه هل بنتي ببوزها بجن فمجرد ما اللي حماتها شفيتها فقازت من الجن ومشت قرين خد مني هذه الابارة وعلى مسؤولية الشخصية أنا بعالج القرين بعالج الأصل مش الفرع السحر والحسد والعين عارض وليس مرض أما القرين مرض وليس عارض قد هذه العبارة السحر والحسد والعين عارض لمرض إنما القرين مرض وليس عارض المتزمين يقول يا شيخ إبراهيم إحنا نقيم الليل ونصلي ونعبد الله عز وجل ومع ذلك عندنا أمور اختلافات زوجية على أدفه الأسباب قد يؤدي إلى طلاق ونحن نقيم الليل ونصلي يا شيخ إبراهيم إحنا عندنا أسباب تحرمنا من الإنجاب معين تحرمنا كويس وليس مش فيه اختلاف ولكن في أيام التبويض اللي يشرح لنا الطبيب النساء عشان يحصل بينها لقاء شرعي يتم اختلاف بيننا حتى لا يتم الجماعة مع أننا نقرأ القرآن ونقرأ سورة البقرة ونكتهد على أنفسنا في سورة البقرة ونقرأها على ماء ونشربها ونختسر بها أنا لا أقول في هذه الحلقة بأن القرآن ليس بشفاء لا 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 استحيل ألف لا ميم شفاء لكل ده إذا قالت بيقين ولكن أنا بتكلم فيما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين القرآن شفاء بأكمله ولكن من القرآن هنا من جتل الطبعيد ولكن القرآن بأكمله شفاء ولكن خزن القرآن ما يتعرض بشفائك طيب أرجع تاني للرحلة تمام أرجع تاني أحنا لا بأخرج منها حتى الآن لا 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 ماشي دلوقتي خلاص هو الرجل راح له وقال له أزيلي فلان عمله العمل وكلف الجن تمام الجن بيجي يعمل إيه بقى هو اللي بيحاربه هو بيحارب مين الشخص المصاب طب قد الرجل ده مصلي ويتعرض جني متعرضش معه هو صحر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض مع النبي جن لم يثبت ذلك صح حتى الأنقار صحر النبي محمد ما قلوش كلام ده بس إيه اللي حصل السيدة عائشة قالت صحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أتى أهله ولم يأتي وكأنه فعل الشيء ولم يفعله وكأنه دعا ثم دعا يعني كأنه لم يدعو هل تعرض لنبينا محمد أن الجن دخل جسد النبي محمد هتقول لي يا شيخ إبراهيم سطب هنا ده هتكلم عن معصوم هتكلم عن النبي الذي علم الأمة إزاي جنة يخش جواه أمال إزاي صحر إزاي إزاي يعني أنت جاي تقول لي إنه مستحيل تقولي إن الجن يخش جسم النبي محمد وتقولي إنه سيه النبي محمد صحر إنه خلى لوبيد بن الهود بن الأعصد يصنع صحر نبي محمد برضو كيخليه خلي الجن دخل جسم النبي محمد ده يهودي كافر صنع صحر وكان من أمهر الناس في وقت النبي محمد بالصحر والكهنة كان قادر إنه يبعد جنه ومش قادر هو بيتعامل معاهم أكيد صح أو لا أخ ما بعتش جني ليه أمال كيف سحر النبي سحر النبي هو سحر تخيل وتشتت النبي صلى الله عليه وسلم في أفعالي حشان رسول الله عمد كل ذلك ولكن الفترة اللي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ليالي ثلاثة أيام بلاليهن ثلاثة أيام بلاليهن سحر النبي محمد فيهم ده قولي السيدة عائش لاحظت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل أشياء لم يفعلها من قبل ولكن في هذه الاياب في الاعلام اللي شغل بالقرآن في السنة اللي انتشرت في القرآن اللهم بارك غير بقى زمانه وشغلت ده من قرآن وسنة النبي ونتعلم سنة النبي ولما زلني انا اتعلم سنة النبي محمد ومع ذلك تيجي واحدة تقول لك يا استاذ هاني انا كلما جوز يخش الشأ اي ببرة بيدحكوا زي الفل ويخش الشأة بدون ادنى ازباب ولا خلافات ولا عدنا اي مشاكل تلاقيه بيهني وبيشتيمني وبيتغلط ليه بألفاظ قبيحة وبعدا ما يفعل ما يفعله من ضرب بليه او اساء ليه او اجتما ليه يقول لها اني اسف ما عرفش عملت كده ليه ويعيد الصبح نفس الامور اسامي ايه جن اسامي جن اسامي سحر وممكن نكون عادي مش مرتبط برا البيت ما بيشتماش في تليفون مثلا برا البيت هو صحروا اععد الناس ازاي ازاي لازم تكون فين هو سيدنا موسى صحر وهو ما شافش العصيان تحولت الى فعبين تسعى لا شافها تحولت الى حيان يبا لازم العنصرين ما يكونوا فين المكان والزمان ها السحر موجود الشخص موجود الشخصية هو هتم سحر التعطيل بين فتاة وشباب والشاب ما شافش البنت لازم يكون شافها طبعا طبعا الا تعيسوا لنا لازم سحر عناصر من عناصر تحقيق السحر الزمان والمكان طبعا طبعا والاشخاص طبعا خلينا نقول له بورتوت باشخاص طبعا طبعا بزياد في التفريق ولكن ما تيجي نخش كده ونتكلم شوية على اللي بيدور على السوشال ميديا بين الناس اللي هو واللي بيكلم فيه بعض المعالجين والرقاح حفظهم الله من كل مقروح بتكلموا عن ايه عن ايه عن سحر احتار فيه الجميع وتشتت فيه الجميع والطب رفع ايده وقال انا ما عنديش اي موانع ان المريض يمشي معايا لحد الاخر ولكن انا مش لاقي اسمه سحر عدم الانجاب مم تكلف علمك من السحر ده مشهور على السوشال ميديا بطريقة غريبة قبل ما خش بقى على سحر عدم الانجاب انا عاوز بس اقرأ رسالة فضل معلش فضل سامحني على الشيخ ده الشخص ده الشخص ده لو قامنا هزوم بزوم على اليوم الشخص ده راح لشيخ راح لفين راح لشيخ الراجل ده كان بيشتكي من عظام حاجة في العظم وبالفعل عمل عملية وركب قفاص عظمية في فقارات ورا عشان عنده مشكلة في العظم طب معلش يعني يروح لدكتور هو ده مشكلة هون يروح لفين لطبيق طبع قول يروح لشيخ لا يروح لطبيق مجد لازم يروح لطبيق عظام ما نفعش راح لشيخ لا هو الشيخ هي علاجة لعظام كشيخ إبراهيم ما أنا بسأل بس لا لازم يروح لدكتور طيب تخيل ان الراجل ده بعد ما قام بعمل العملية وتم نجاح العملية تمام بس في مشكلة شوية ان الراجل بيعرفش يمشي إلا بالعكاز الحد ما المرور العملية بس يمشي ومسكينات أمور طبية لا دخلة لحدها طبيعي أمور طبية لا دخلة للشيخ أو القرآن فيها مزبوط صح حلقة طبعا ما خلي في عدمك لو هنتكلم عن علاج بقرآن لابد أن نضع القرآن فوق رؤوسنا وبين أعيوننا وعلى تياجنا على الرأس وصنة النبي محمد ولكن النبي السلام قال لي أنتم قادرة بشؤون دنياكم صح حلقة يعني الطبيعي لما يجي يقول لي أنت عندي الغدروف الرابع والخمسة والقطنية ومحتاج عملية أقول له لا معلش أنت مش فهم حاجة حشان يقول كلام ده على أهل الطب أقول له أروح لشيخ يقرأ علي قايتين قرآن فخيف لا مين يقال لكلام الشيخ محترام يعني أنا مش بقول لك طبين تقول لي مين بقول لك شيخ لابنرجع لورا ولابنطلع لقدام مش عارف الأغرب من ذلك لما جالي يعني ولا تذكر أنفسكم من الله هذا كلام ده لنفس مخصوص بي نفسي أو كلام ده وياك أنا بس عاوز أعرف أوجه رسالة الذي يسمعنا الآن أن الشيخ المعالج بالقرآن لابد أن يكون عنده العلم أنا بسمي المعالجين بالقرآن اللي هم يعني أحسابهم عند الله من الأطقياء لابد أن يكون عندهم العلم هو طبيب في مهنته أنت راجل إعلامي أنا بسميك مستشار إعلام فاهم يعني إعلام تمام لما يكون معالج بالقرآن مشراقي معالج مشراقي لازم يكون عندك رأف علم النفس علوم محيطة لازم ما مجريش واحد يقول ماشي بعصايا يقول لي ده أنا رحت عندي شيخ ووقف برجله على ظهري يا ده بيعالجه آه ده عالجه من يين شاء الله بالجن اللي أنت بتقول لي الجن بيخش الجسد هم مش أنا يعني الجن بيخش الجسد طب أنت وقف فين أنا وقف على آخر الظهر عشان بدوس على الجن عشان أعرف أحرقه هو يسيبك توقف أنا الكلاب ده بقى عاوز أوجهه للمعالجين أبن اللي بيسمعونا من المرضى لو أن الجن يرانا هو بالفعل يرانا إنه يراكم هو وقابيله من حيث لا ترانا لو أن الجن يرانا أيها المعالج الطيب الشاطر الذكي هيسيبك تخلقه هيسيبك تضربه هيسيبك تلسعه بنار هيسيبك توقف على ظهره ماشاء الله وهو شافه بقى الجن لا يرى مين الجن لا يرى هاتلي معالج بيقول لي أنا شايف الجن جواك وبضربه تضرب مين ده في معالجين بيقولي وأنا شايف الجن في الرحم على المي بيض اللي مين أهو والله صاح والله بسطح أه وقلتها لك مرة هين قلتها لك بحق أن المرأة لما تشتت حالها مع الأطباء قال لا 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 سيبك بالطب والكنية على جنب ده ملف مالوش لازمة مع احترام من أهل الطب يا نهربي يض ده أنت عندك جن قاعد على المبيض على مخزون المبيض عشان كده بيفعص لحيات المنوية وهي داخلة قرات فالوك عشان كده أنت بتخلي فيش ما شاء الله ده عمل منزار كمان لا ده شخص تشخيص دكتوري النسا أشتر مشاخوش أكيد عنده منزار عينيه تبقى عينيه أه طبعا ما شاء الله أنت بتكلم مع الشيخ معاه روحنيات شيخ معاه كرامات انت مين انت عشان تجدني يا صلاة ده هما بيقولوا ده اللي بيقولوا انت مين عشان تجدني تفهم إيه قال الله قال رسول أنا بيقول لي بقى للناس اللي عندها وعي ديني اجتهدوا في القرآن اه اجتهدوا في الصلاة ولكن لما يكون عندك مشكلة واحتارة فيها الطب احتارة فيها الطب وقف الطب اه وقفوا ما خلاص الطب استنفس كل كل ايه أدوات تحليل وأشاعات ومنزار وأدوية وكل حاجة بس الطب بيشايف حاجة مش عارف تقييمها ايه هو الصح ممكن يشتك طبيب اه طبيب نفسه طبيب نفسه طيب أنا عايز أخد بس بعض الاسئلة قبل ما نختم الحلقة من صفحة دق الزار وعندي بعض رسائق طيب نفسك حاجة لأول منها اللي بيسأل قبل ما توريني عندي يعني هجاوب الناس أهم شيخ ابراهيم طيب لا ده دي أهم وانت بتحلي بس ده دي أهم في ناس بتسألنا بتقولنا شيخ ابراهيم كان بيجيرنا الصعيد بطل ييجي ليه نقولهم إيه إن شاء الله بقضل الله أولا أنا ننزل الخميس الجاي الخميس اللي هو بعد مخدر في نفس الأزمار آه لجاي نحن النور ده حد في صحاق إن شاء الله هنزل إن شاء الله في خميس ومعزولة الأهل الصعيد تعرف الزلوف التي مروا بيها البلاد آه كاتزول كورونا تقريبا منذ كورونا والصفر والزحمة والازدحام فأنا جلت صفر الصعيد علشان مضوع كورونا ولكن إن شاء الله طب إذنة الخميس الجاي إن شاء الله نروح بحذر يعني إن شاء الله مع الناس بردك عشان يعني يعني بإجراءات وقاية عايز تقول ده حذر يعني نازل بزادين بردك طبعا بزادين طبعا أهل الطب أقول لنا كده ولازم نحتلب كلام أهل الطب طيب برضو بس أنا عايز أنوه على مشاهدين إن احنا إن شاء الله طريق التأس دي آسف ده أتزار النهاردة طلعنا حلقة أساسنا هي يوم الحد ولكن موعدنا سابت كما هو يوم الثلاث هنبدأ معاكم من الثلاث بعد القادم يعني مش بعد بكرة الثلاث اللي بعدين إن شاء الله مستمرين في معادنا الساعة 8 مساء على قناة الصحة والجمال تردد 11 823 رأسي تعال نشوفكم بنا بقى اللي مع فاضلت الشيخ إبراهيم شهاب قبل ما تنفجر فينا بسم الله أنا فكتها لك فكتها لك وفكها خد المعاناة دي كلها منك ده أصله حاطت شمع مسيح شمع لي ده يدعي أنه معالج أن يتم فتحه الأول ده إيه ده علاج ده يقال عشان بسي الناس يقال أنه يعالج حتى تأتي المرأة بمولود يعني ده اللي خالي ناس تخلف ده بعشر تلاف جنيه كانش حد والله بعشر تلاف جنيه والله العظيم بعشر تلاف جنيه والله بعشر تلاف جنيه ده على كده بقى ده أمبوب مثلا وكده هيجيب أطفال النبيب طبعا لا ده هتخلف طبيعي والخلف طبيعي طبيعي وخلفت معليش نعم وخلفت والله أنا سألتها السؤال ده إيه كنت جيت لك شخي ورأي كنت جيت لك كنت جيت لك كنت صحي يعني تفضل أنا بس عاوز أبس أوريك مدى يا ده صعب قوي ده يعني مقفلوا تلاتين تأفيل انا شعب يفتحوا اه لا ده صعب جدا يعني زي ما أنتو حضاركم شايفين يعني محزمه أنا ليه بجيب الحاجات دي ما نوكر استكفى قال الله كذا 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 قال النبي محمد كذا عليك بالاستغفار عليك لا عشان أقول الجملة بتاعت الشهير عزلني واب من جاس وعزلت جملة الشهير اه الله ده حاجة جوا حاجة اه عارف حضاك كده لما تفتح علبة تلاقي علبة تفتح العلبة تلاقي علبة وتفتح العلبة وتفتح العلبة كذا صدري بش طلع إلى النور ما شاء الله ده ايه بقى والله أنا أنا يعني كابرهيم شهاب أنا لا أسمي كرآن ولا أسمي تلاصم ولا أسمي شيء لأنه ما عبارة إله أنا أسمي أقولك دي شاغبطة بس أفت دي شاغبطة أفت والله بهذه الكلمة وفرت كلمات تمام هو هذه الورقة أنا مش شافيها كرآن لو كرآن معنش ثبت إيدك كده عشان حسيني ياخدها لك كده هي مفروض العكس يا كبرهيم ده هي كده هو ركاية كله هي هي وش هو ظهر ده كأنه مثلا خطاب آه يعني أنا أنا مش عارف أنا سمي ده ده هو ثبت إيدك بس ثبت إيدك حاول ثبت إيدك مخرج من الجميع كده يقرب يلا كلاني يجيبها تمام على الشاشة آه آه ما شاء الله ثبت إيدك بس ثبت إيدك ثبت إيدك ثبت إيدك إنت أيوة اسبت بقى ما تهزهاش كتير ده كده ما شاء الله ده كده مفروض إن هو علاج عزيز المشاهد من أحد اللي بسمع على بصورة المعالجين ده فيه حاجة في الشواء البارك يعني لو لو كرآن مكتوب آت الكرسي خلاص والمعاظتين هنقول كرآن برغم يعني إنه ما بأكلاف أه أصلاة هذه تنيمة والتماء مشاركة كلام جميع من كده طيب لو أنا شفتها على إنه كرآن وقاطه الكرآن برضو كقول يا عمي ماشي رجل ده على قد علمه إنما الشغبطة دي عبارة عن إيه معلش ما أنا أقول لك لا يا مش راسم هذا حالك مش معالج يا شيخ أبراهيم أنت ما بتعملتش كده أنا معالج بالقرآن أو أنت مش بتعالج كده وطب كتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم مع المرضى يعني مش بتشغبط كده كيف حالهم مع الله ولكن ده ليس حال مع الله عز وجل تخيل بقى هو راسم عشان بس يعني بقى صنعة محترفة بعد ما قفلهم برا ده الغلاف راسم بقى كده مربع كده وقال له خليه معاك ليه؟ أسداء ربنا هيجعله سبب بص بقى حط السم في العصر ربنا هيجعله سبب يبني في أيام التبويض مراتك هتخليه معاها باستمرار في أيام التبويض هيتم إلقاح السائل المنوب مخزون المبيض هيتم الإنجاب وتم الله أكبر هو ما تمش دكتور لسا هوا الناس دي بتلمني المشايخ دي بقى سؤال يعني ده سؤال ليك الله يعزك كإعلامي الناس تعبت ليه؟ من المعالجين يأست ليه؟ قال الله واتبه وما تطلوش ويطلع على المنبر ويععل صوته قال النبي محمد إياكم والسحر بس أنا جماعة بعالج بالقرآن فيروحوا يدهموا الحاجات دي يصدقوا مين ولا كذبوا مين احتارت الناس لازم أقول الجملة بتاعت الشهيرة يا أمتان ضحكت من جهليها الأمم يا أمتان ضحكت من جهليها الأمم انت عالك كان ده علاج بص يا زهاني للإنجاب يبقى نايف الكوليات الطبية بقى جماعة وقسم الناس والتولين أنا عازل لك حاجة هو العلاج مشروع بس أعازين صبر مع العلاج صبر العلاج بالقرآن محتاج يقين صلة بالله عز وجل محتاج عزيمة محتاج إرادة محتاج تغلب على النفس ولكن جاي تقول لي علاجني دلوقتي طب هل المعالج لو جال واحد عنده سبف الله عز وجل سبف النبي صلى الله عليه وسلم سبف الصحابة سبف أمهات المؤمنين ويقول لك أنا ستنى عندي سحر اسمه سحر القرين لا السؤال ده بقى مهم جدا وده أحيله من الحقيقة الجاي كتير قوي عشان ده بتعرض لي كتير هو بقى حد يسامي قرين دلوقتي مش كان الأول مفيش حاجة اسمها قرين عاوز أقول لك تسعة وتسعين من المعالجين إلا على الساحة ولي في الإعلام بدأ يتكلموا عن القرين بعد ما صرهم عز وجل سهان الديبان إبراهيم شهاب بيشرحوا يعنيه شرح تفصيلي يعنيه قرين ومنهم من أنكر أنا رايهم ميني من أنكر ما عندهم من علم اتعلم و اقرأ يعنيه سحر قرين قبل لما تقول لي اقرأ قرآن طب ما تفهم الحل الأول ما تشخص الحل حكتك دل جدا أقول لها سطوب أنت مكانك مش عندي أنت مكان دكتور نفسي إزاي وأنا جاي لك وروح تلك خمس مشايخ أعطاني ما أعطاني وده عمل فيها ما فعل وفي الآخر يقول له أنا جبت كده أخري روح لشيخ تاني أقول له حلتك عن دكتور نفسي ارجع لدكتور نفسي حلتك أسهل من أن تأكل بس مش معايا مع ماريه مع دكتور نسا مع دكتور وسواس مع دكتور عزام مع أهل تخصص لمرضك ولكن المشايخ يعني مش عارس بقى هب من هب أي حاجة تجيله ده مصحور ده منزول بعيد امشي يابدي اعمي كذا هاتمسك ودهن هاتززة تون ودهن جسمه كله ايه يا عم؟ ايه يا باشا؟ طب أنا هقولك على موقف غريب جدا أغرى ما تخيل فضل وأنا جاي لحلقة الوقتي جاي لحلقة أنا سامع أنا وقف على مركب عرضيتي والله العظيم والزهاد يعني وأحسن الظن بالناس يعني جميعا واحدة بتزأل شيخ مفيش شخنا بيعالج أنا ابني تعبان وابني معيه وتعبان وعمى اللفة دي مهدينة مقصر في الشق وعامل ومسوي وعمى اللي ده وعمى اللي تلفظ بكلمات مش بتاعتنا وكلام ده من صغره وعمى اللفة عند المشايخ مش لقى أي حل كمزج كبير يعني في وسط بلد ما تعرفوشش كويس يعني أنا وقف سامع الحوار والله هذا ما حدث واحد قفته فاته جميلة جدا بس أنا عتيبته فيها يعني يلا يا حج روحي هاتف خمسة جميتي رياء ويشر بيه من عند العطار وخدي معلاء على كوباية لبن قسقي هيفضل يرجع كل اللي ببطنه ويجيب كل اللي ببطنه ابنك هيخف يا رب يا ابن ربنا يا كرمك يا ابن روح ربنا يعلم ألاتبك تفيد لي تدعيده السد لا مش للسد قال الله شيخ الله يحفظك أنا وقف ساكس وقالي قالي اتفضل يا ابن خلاص بقى السد دعيت له خلاص بقى انت بتتكلم يا بقى معالج خلاص اتفضل يا ابن اتفضل يا ابن وصفت لهذه الأخت والولد دوت ان هو جبت رياء علاني أساس قال لي ايه عني أساس يا ابن دا علم قلت له حاجة تعفت رياء قال لي اه طبعا قرأت عنه قلت له هو وظيفته ايه قال لي بيخيب كل الإنسان يجيب البطل طب صح قدر الإنسان دا عنده مشكلة في الكبد قال لي عنده مشكلة في التجاح في المريء عنده مشكلة في القولود عنده مشكلة في جهاز المناع عنده مش دا كده يدمر صحته من بدي تبتلته انت كلمت الأخ كرأت على الأخ سمعت الأخ قال لي يا ابني ما انا خدت بكلام الأم قلت له قد الأمة قلبها الطيب الحنون مهول الموضوع عليك شوية وبتقول لك عميلي سيبني في النبي والصحابة يضر أفوخ طب واتلاش تيروح الدكتور النفسي تاخد الشرط الدكتور الأول قد يكون الحالة حالة نفسية وليس الحالة القرآن ويسواس صح؟ يتعف يرد علين ليه؟ مع السلامة عم الشيخ لما طعف تعالج الناس بتاعه كلمي كنت أقول لك كنت أقول لك قلت له يا أخي نحية الحاجة والله العزيزة قلت تعالي أمي تصيحة من أخي خد ابنك وديه عن دكتور نفسي الزي ده الشيخ قال قلت له حاجة الشيخ ده والله ما عنده علم الترياء ده يا أمي لما واحد يكون مبتلى بسم واخذ الترياء فيجيب كل البطن انت لو وديت لابنك ترياء هتمرضي على مرضه وتخش في تواهم بالمرض ابنك ممكن يديع منك ويموت دي رسالة مني واضحة عابرة لمن يدعون لأنفسهم أنهم يعالجون الناس الترياء ليس بعلاج الترياء ليس بعلاج كلمة واحدة طب كلمتك إيه الأهل الصعيد اللي انت رايح لهم يوم الخميس عايز توصيهم بإيه لأن في الصعيد انت بتروح وبتجيه برضو بحاجات كتير بأعمال توصيهم بإيه كده وإحنا على الهواء دي بتاكوى الله بتاكوى الله الصلاة الاستغفار البعد عن الصحراء البعد على الذين يأخذون بهذه الأشياء البعد على الكتاب على الجسد البعد على التميمة كل هذه الأمور يفعلها الذين يدعون لأنفسهم من علاج في أهل الصعيد في معاجلين في الصعيد طيبين جدا وشطار جدا وعندهم كتاب وصنة ومتازين وفي بعض منهم والأغلبية منهم إنهم بيدوا تميمة وكل أشياء تخالف شرع النبي من محمد صلى الله عليه وسلم فرسلت ليهم تمسكوا بسنة النبي محمد ألا في سنة النبي محمد هي الشفاء طيب أنا برضو هستمنك بقى يوم الثلاثة اللي بعد الجاية إن شاء الله اللي رجعت من الصعيد وما تنساش اللي انت بتجيبهن معاك بس أنا عازول لك حاجة فضل أهل عملة ما تكلموا قالوا تعالى وبنا نصطلح فباب الرضا قد فتح انت عارف فينا الاصطلاحي معين؟ مع النفس أن أكون صادقا مع نفسي بيني وبين الله عز وجل حالي مع الله عز وجل أنا مش بقولين عليك بالقرآن إن كل الناس موردة بسحر وحسد وعيد عشان كيف نشرح أعراض لا 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 ما في أعراض مجهولة مش باينة على الإنسان المصحور وفي أعراض ثابتة واضحة مش كل واحدة ترامت بمكان مرتفعة ومصحورة ولا كل واحدة حمي بتعبير وبكلاب وبقطة بمصحورة ولا كل واحدة جالها في المنام إنها أن أحدا يعاشرها في المنام أنها مصحورة خلي في علمك في ناس كتير جداً بتمسك في الحاجة دي هو أنت يا حد عشرك في الأحلام بتحس إن حد مزول مقابر مقارب يا حشرك خلي في المك فيها تأولين التأويل الأولاني لو حمت من حد مزول أقارب يعاشرها أن يأتي من هذا الأخر الذي يعاشرها في الأحلام باب نفع وبرزق مش شرط عداء جنسي أنه عدو ومنها من هو عدو من الشاطين يعني الأمر ممكن يؤول في خيارين الخيار الأول أن الشخص الذي تعدى عليك في الأحلام إنما يأتي من خلاله النفع وليس الضرر والشخص يعني نفرق إزاي بقى؟ هنا مهم إن يبقى اللي بيعالج فاهم أكتر من علم حواليه أو أكتر من تخافش حواليه إن العجب القرآن الكريم مش هقعد كده واعد ولبسلي الطائية بتاعتي ولبسلي الجلبية بتاعتي قال الله قال النبي كرام جميل طب بس شخص أنت ربنا جزيك خير والله أنت رجل محترم وجزمتك على الرأس تعلم الناس بتمسكهم بسنة النبي محمد وتعلقهم بكتاب الله عز وجل ولكن إحنا بنتكلم في محور علاجي دكتور الجراحة العامة ما يقدرش يعمل عملية قلبي مفتوح ولا دعم في القلب لأنه ليس متخصص في القلب صح أو لا؟ صح؟ وهو طبيب صح أو لا؟ ولكن هو جراحة عامة يعطي مسكنات مهدئات ولكن يتم له أن يفعل عملية قلبي مفتوح؟ لا طبع مستحيل ليه ما هو طبيب؟ والله خليكوا للطب خليف علمه ومعال الأجيب تعالي هو طبيب بس ما يقدرش مش تخصصه هكذا العلاجه بالكرآن الكريم أتكلم عن كتاب الله وأتكلم عن سنة النبي محمد وأشرح مع علم يستفاد الناس به وأنا أستفيد منهم الناس اللي أصحاب العلم أستفيد منهم بعلمهم وقدرهم عند الله عز وجل ولكن أنا حاوزك تخش معايا في العلاج بالكرآن لو أنت من أهل القرآن تكلم عن الصح تكلم عن مدى خطوة الصح تكلم عن أعراض وفرق ما بين الأعراض والوهم والتواهم ليس كل المرضى مصحورين وليس كل المرضى موهمين أقول لك على مفاجأة انسحب منها بساطة الوقت وانتهت الحلقة ومن يعني الحمد لله يعني من كثرة أن هذه الحلقة حلقة مش ويقة ده استفتاح محسيتش بيها يعني استفتاح بس لسه مستمرين في رحلة الساحر والمصحور وممكن نتكلم عن المرشوش وهجب لك الفيديو الحلقة تكلمت عليه عشان نشرحه بالتفصيل للحلقة القادمة رحلة سعيدة في سهاج الخميس القادم مع الشيخ إبراهيم شهاب ونلتقي بكم في الثلاثاء بعد القادم بإذن الله ونكون معكم كل ثلاثة على شاشة قناة صاحة وجمال في الثامنة مساء ونسعد بمتابعة حضراتكم صفحة داق الزار مفتوحة لحضراتكم وكل استفساراتكم وكل أسئلتكم ونسعد بكل الأسئلة من كل المشاهدين وكل المتابعين في كل مكان انتهت حلقة النهاردة ولكن حبنا ليكو لم ينتهي بعد أشكر فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب معالف بطاعة شكرا جزيلا كما أشكر المشاهدين على حسن المتابعة يتجدد لكم اللقاء والثلاثاء بعد القادم لمثل هذا المواعي التقبل وتحياتي وتحيات فريق العمل هذا هاندبا يحييكم إلى اللقاء